المترجم للقناة 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 وزير التربية بتاع البلد المسؤول من التعليم وزير القراية تعرفوا القراية وزير القراية ماشا حايم له في ثلاثة سفارات يطلب دعم لاتباعة المنهج ورفضت السفارات تعطيه الا سفارة واحدة تكرمت عليه بثلاثين الف دولار وهو عمل فيها عزيز طبعا هو الوزير دار يمارس دور العزة قيل انه في سفارة ادت تلاثين الف دولار والسفير جاتوا او الوزير جاتوا نخوة كده جاتوا الجعلية كده يعني تجوعل كده في لحظة من اللحظات ورجعت تلاثين الف دولار لانه شحات طبعا لو هو الشحات انت شحات انت لو عندك خير بتمشي تشحات في السفارات عشان انا اريك حال البلد وصل وين انتو السفير بتاع بريطانيا ده عرفان ده صديق عرفان ده سواليكم شنو عمل لكم شنو ما زول قاعد يتجول في البلد ما تدو على الاقل اه اه يعني ما يقول يحشش عليكم ساكد ويستدعي من يستدعي يجيب حملوا قل لا 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 علينا المنهج ده وكده اصلا قلتوا ماشيين تشحدوا المنهج التعليم بتاع الاولاد الفشل ذات وهي في داعي لتغيير المنهج ما في له داعي انت ما ما عندك امكانيات كل زول بيمدد قدر لحافه ده ان احنا مثلا عندنا مشهور انت لحافك صغير تقعد في اللحافة الصغيرة لحافة كبيرة تتمدد كبير عندك قروش كثيرة تتمدد كثيرة عندك نزانيات كثيرة دولار تتمدد كثير ما عندك ماشي يشحد انت بدل تشحد جيب اجيب السفير ده السفير ده العرفان العرفان صديق عرفان ده اللي اصلا لو في بلد رشيدة والله يزول لما يبعد دقيقة واحدة في البلد اميز جاو اتتمع بغندور وجاي بانه باعتبار انه جاي شاي المبادرة على التصالح الدائر ما بعرف رعبة الصدق الدخل السفير في الشعن السودان اشنا الدخل السفير برجطاني في الشعن السودان احنا ده الناعس اه عرفان ده هو مهمته شنا عارفان ده مفروض ما يتحرق ايزاته شوفوا سفير ده مفروض اكتر من خمسة وعشرين كيلو ما يتحرك ده قانون ده قانون ده قانون ده قانون جنيف Autobهم Knowing قانون بتاع اله اله هل توضع على تمثيل الدبلوماسية انه السفير حدود وخمسة وعشرين كيلو. زايد خمسة وعشرين كيلو يخطر السلطات. عشان السلطات تتولى. خمسة وعشرين كيلو حدود سفارته ومحل سكنه. ما يتجاوز الخمسة وعشرين كيلو حقته. وما يتجاوز غير انه يرعى مصالح بلده. ده دي مهمة السفير. مش يكون سفير بريطانيا ولا يكون سفير آآ آآ انجلند. يقل آآ بتاع امريكا. يقل ادبه طوال يتركبه طيارته وتوديه. كان بيقى سفير ترام بزاته الهس بيقى في فتيل. ما هي الدنيا دوارة. الدنيا دوارة وانت نوما تكون زول فارة يعمل لك شن. ما فارات انتو. انتو فارات. والله انا ما عندي زاته. الفارات زاته فيكن شوية يعني. السفير مش جاء اجتمع مع غندور بيتكلم عن انه والله فيه مصالح ودارين يعمل ما بعرف شنو. وغندور وغندور صرف له باركاوي. غندور ده المناسبة يا اخواننا تختلف تتفق معه. ادي زول حقه. تختلف مع زول تتفق معه تدي حقه. تتفق مع غندور تختلف معه تدي حقه. ده الرجال والله العظيم يعني. وهدي هدي كلمة تحكيون مقارنة بالقاحات ده لانه بعدين ما نيتكلم في الملبية عمري كده بوريكوا عمل فيه شنو. زول قال له في النهاية انا لا 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 نازل لا داعي حوار ولا وصرف له طوال السفير اصدر تعليمات انه غندور في سوريا والدوكوبر. شوفوا البلد دي وصلت بين. دي ما هي حاكمة للصاليين اللي قاعد ل لين ما حاكمينها. البلد حاكمينها سورة. هم قالوا لننزور في الشرطة الفنية. نحن زاتنا نسأل ناس الشرطة. علاقة الشرطة الفنية باعتقال الناس. شنو؟ ده ما خرق للقانون. ده ما خرق للدستور. ده ما خرق للحقوق والواجبات. الشرطة الفنية ما عنده علاقة بالاعتقال. الشرطة الفنية دي اصلا مهمة ذاتها تتعلق بالشرطة. تقول الشرطة الفنية هي الجهاز مهمة الاساسية بيشتغل في الشرطة. ما عنده علاقة لا باعتقال لا عنده. لو قلت لي والله اعتقلته الشرطة ما ليش. زمان مش قلتوا غندور ده في كوبر. اهو ده كلام قلتوا. قلتوا قلتوا غندور نحن وسقناه والديناه وكوبر. انتم معرفين ذاتوا غندور منسوك ليش. هس يطلع نادرة العبيد دان. فضحم باشاكم باشكا قالوا والله يجعلين انت. ولسه على الوسخ ده نحن نتفرج بس لانه وسخ كتير طالع. والوسخ ده شوي. الوسخ كتير جدا. تلفيق التهم وتلفيق البتاع وما بعرف شنو. غندور ده زول يعني اذا انت الليلة غندور ده نحن نختلف نتفك. سجط النظام. اذا زول ما عنده ما عنده جريمة ما عنده جريرة بتاعت فساد ولا متهم بقضية. حرس ولا شنو? حرس ولا شنو? اسوأل انت حرس غندور لشنو? انت غندور زمان كنت بتقول للناس خطيوا في كوبر لانه من الرموز النظام القديم وحلات حزبه وكده. انت مش ده حجتك? ولا غندور لانه رجل فاسد? نحن نتشف انه سفيرة البريطانية يجي يتمع بيه ويتمع بغندور وحمدوك ودار يطرح مبادرة وغندور يرفض يطلح تعليمات تقول شو له وادوه حولوه سيجين كوبا. ما الغندور فترة الفاتحة دي كان قاعد وين? ما ده سؤال مشروع كان قاعد وين? الامنية الامنية ليه معتغلة الان الان غندور ما بعرف ناس محمد موسى شل كتار جدا الان قاعدين ما ما عارو فين ذاته قاعدين مين? ما ما عارو فين ذاته القانون انه انت مرتقلهم بوشنا. انت ما ما عارو ذاته انه القانون القانون انت مفوضه نشان الليلة تيجي تحتغلبوه الناس زيال وتخدتهم في الشرطة الفنية الشرطة الامنية تيجي تقول ليه ناس كانوا قاعدين في الشرطة الامنية. اذا هم ناس مجرمين وحرامية قدموا للعدالة قدموا للمشاني. لكن القضية قضية مساهمات سياسية وليه يدخل فيها وليه? ليه يدخل فيها السفيرو بريطاني. ليه? ليه بدخل فيها السفيرو البيتاني? علاقة السفيرو بريطاني بقى الثما. علاقة انه يجي الدخل ويجيبه هندور ويجيبه. ما كلام ده عارف انه من زمان حاج انه قول فيه ما عمد ساكد يعني. عارف انه قاعدين وين يعني. لكن ده كله تجاوز لقانون. ده كله ما عنده علاقة لا بالثورة ولا عنده علاقة بقيام العدالة ولا عنده علاقة بالقانون ولا عنده علاقة دي زندية ساكد. وشيل قاين تعمل الفو ده كله يا هول. هس يطلع زولكم الحارب اللي اسمه نبي العبيد. ده الزولة كان بيستأمل وجه صالح وجابينه ناس صالح مناعه شغالين به وتسجيلاته وسخ. طلعت في الميديا وكلام وسخ مساومات كلها. ادفع خمسين الف دولار ادفع مية الف دولار. ادفع فساد. فساد ذاته. يعني انت لو جيد قلت والله الانقاس دي فسدت. هؤلاء افسدوا اكتر مما افسدته الانقاس في ثلاثين سنة. تحت مساء ويجيروا له القانون ويجيبوا له القانون ويجيبوا له. غندور فاسد ما تقدمه محاكمة. انت ما تجي تقول لي غندور فاسد. فاسد بشنه? بشعارات? ولا بقانون? ما انت غندور الليلة الهسة انت غندور حولتوا ليكوبر ده. حولتوا ليكوبر لانه رفض يخش معك في مساومة سياسية. ما انت تقول الكلام ده للناس? انت لو معتقله لانه هو رجل فاسد ما في مشكلة. هاي خلاط زوال فاسد اكل كروش البلد ما في مشكلة. قدموا له محاكمات. لانه النائب العام عنده اجتماع مع التحالف الديمقراطي قبل قبل يومين. عنده اجتماع مع التحالف الديمقراطي للمحامين. الواجهة بتاعتَ حزب الحصو Например. اجتماع استمر لا ثلاثة ساعات. لانه النائب العام الآن بيواجه بمعارضة من 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 اسمه التحالف بتاع النيابة. النيابة المستقلين او تحالف آآ ونادي النيابة المستقل لا حاجة. الآن يطالبوا بأيقانة النايب العام الان اكتر من اربعمائة محامي بيفتكروا انه والله الدول ده خرج الامس او الامس عمل لي اجتماع مع شو عين ده بيبكي فيه. انه والله الان انا في تجاوزات والان اه ضد حقوق الانسان وانا الان تحت وش المدفع وبيطالب انه والله دار الناس يجيبوا معاو ما ويكفوا معاو. بيتكلم في القضايا بتاعتنا اصغندور دي ذاتها. التلافيق بتاعتك التهم. احنا ما بنقبل لك. ما بنقبل كبلة فيها حريات ده ان تجيم فيها دولة دولة. ما بتقبل لك انك تتهم لك زو ساكن تجيبه تاخده تقول لم ي offshore هذه الشرطة الامنية. قاعد في شرطة الامنية لية? ده ماغقتة حقوقوا. اذا هو زو الفاسد بيقوعد في الشرطة الامنية لية? اذا هو زو الفاسد انت بتجي تقول للناس الزون اللي كان قاعد في كبر. وهس ده السؤال منه القاعد في كبر ذاته؟ هم الان الو قاعد مع رمز النظام في كبر. ما الان انت بتكلم عن تسويات. انت التسويات اللي قاعدت عمله دي قاعدت عمله لشنو? بناء على شنو? ما انت زال فاسد. انت لانك زال فاسد. الان بتعمل تسويات. مامون حمادة دفع قروش طالع من السجن. مامون حمادة دفع قروش طالع من السجن. عمل تسوية مالية مامون حمادة. لانك مشيت لبامون حمادة ما لقيت عنده قضية بتاعة فساد. مشيت لبامون حمادة عشان تجيب قضايا الفساد لقيته مامون حمادة ما عنده قضايا بتاعة فساد. والكلام ده انا ما بقوله دفاع عاما محميد انا بتكلم عن وقائع موجودة الان في مضابط ومحاضر اللجنة بتاعت الفساد حقاتكم دي ولا لجنتكم الما بعرفة اسمها شنون اللجنة اللي هي اصلا بنيت على الفساد. انت ما شدت عاما محميدة ما لقيت عنده فساد. عملت تاسيما مع محميدة مع محميدة دفع قروش وطلع والان حر طليق. ما اتجرت حزب ولا فيزوك وزول. علي كارتي دفع قروش النايبة العام وكتب شك له النايبة العام. دايرة اصريك لو؟ الراح el niyabe. دارت دروس بتلك كلامينا انت دار ر playoffs بتلك انو علي كارتي كتب شك لهEL نايبة العام ما كلام مرسل بتاع هو. لكن خلي امشي النيابة امشي النيابة. ومشي افتحه عملك. ضارس بتلك ان هو انو محميدة عمل تسويه ما اللي او طلع بمشيلك هسيا غندور ده هسيا غندورة هسيا غندورة هسيا قاعد ده. لو عمل تسويه مالية بكرة بكون قاعد في بيته. ما سمعته انت ما سمعته التسجيلات? ما سمعته للتسجيلات التي طلعت بتاعت نادرة عبيت وغير او غير التسجيلات طلعت الزولة اللي جايبينه ناس ودي صالح وفاكنه وبيمشي بساهم بنان عليه. بيدفع خمسين دولار بيدفع عشرين دولار الف دولار بيدفع مية الف دولار. انتم ما سمعين التسجيلات ما قاعدة. هسي غندور ده. هسي الان لو دفعه معك في التسوية بيطلع. وجبته امس خطيته لانك دارت تسوية سياسية. ازول قال لك ما في تسوية سياسية. انا ما عندي تسوية سياسية. شلته حولته كوبر. قاعد في كوبر ليه? بس ما دفعن عنه. ده سؤال مشروعي جدا. نسألك طوالي قاعد في كوبر ليه? ليه ما قدمت له محاكم? ليه القضية ماسكة السفيرة البريطانية? ليه? ليه البلد بتحكم فيها السفيرة? ودخل السفيرة البريطانية شو? انا دار عارف. علاقة السفيرة البريطانية بالمصالحة الوطنية? ولا بوحدة السودان? ولا بقواه السياسية? ايشنو? حدود السفيرة البريطانية هنا في البلد. الاتفاقيات بتديوه الحق ده? ما بتديوه الحق ده. لا بتديوه الحق. السفيرة البريطانية ده ما من حقه يتجول اكتر من خمس خمسة وعشرين كيلو داخل خارطوب. ما من حقه. ما من حق السفيرة البريطانية يتجاوز ما من حقه ذات وكلاك لدي جاوزة بهمك. خمسة وعشرين كيلو تدأ له في الوضع الطبيعي. ان من يكون الوضع ما طبيعي ما تديه ذاته خمسة وعشرين كيلو. يقعد في سفارته ويقعد في بيته. بلاذ قلنا تدب معاكم يا اخي. جاي سفير بريطانية مرتح في البلد. ووزير تربية شايل ورقه شاحد من سفارة لسفارة. يا اخي يا اخي انتو اشنو? انا بس اعلكم لك Karl. انتو تطلع شنو? سوال انتو تطلع شنو. يا اخي ضيان بلد يا اخي. سلامكم بلد زي البلد يا اخي. الليلة طالعين يقول لك لجانب المقاومة دي السرعى لي. بالله هي لجانب المقاومة دي السرعى لي. لجانب المقاومة دي السرعى ليfushcuh المجلس التشريعي مع اعتراضي على المجلس التشريعي. انا ذاتي ما يقول لهم مش الولهي مجلس الشريعي مش لو دك اول لجانب مقاومة ورشته صحيته شهدة من قبوره. جبتونونا وسلمتونا المجلس التشيرعي لا تحلموا بانه في مجلس تشيري. مجلس التشيري بتعسهم. ضعبت ساكت. مجلس تشيري ستعمل بياته قانون. هي شرع بياته التشير. هي شتغل وفقا له ينظم قانونية. مجلس تشيري انت عندك мجل السيادة ما ان عندك مجلس تشيرش. مجلس سيادة ورئاسة وزراء ما قاعدين الاتنين قاعدين. ما كلهم في جيب العسكر يعني. في في واحد فين قدر شرع ولا في واحد فين قدر طلع قانون ما فيها قانون ده كلام فاضي ساكن لكن بعد دلان جاي يقول لك والله اللي جان المقاومة ديل ما بيستها ديل ديل الله يقال ديل ديل طلع انصر علي مهمتكم انتهت يتواصل يشتغلوا باكم ايتم مهمتكم الشارع انتم مهمتكم يحشدوا باكم في الشارع والان ما دوركم الان ما دوركم الان انتم خاونا هتطلعوا لك لجان مقاومة ديل خاونا وديل عملة وبعد شوية هيتبرعوا منو وهيتطلعوا ليه لانو مجلس التشريع دي عندو ناسو في اضنى الله واحباول بلدي ما مقسمة بلدي فيها ناس محددين يجيبونا مجلس التشريع انتم داروا لا لا انت مش يشوف الترمبه وين انت مرتضيت من اول مرة تقعد في الترمبه حدك الترمبه حدك افران الرغيف ما دي اخترتها لنفسك انت نما ما تكون عندك الوعي ما يكون عندك درجة ما يكون عندك درجة من الوعي وين تعرف السورة اجنو ماشي تحرس افران الرغيف وماشي تحرس الدقيق وما بعرف البنزين ماشي تحرس الترمبه ده حدك ده الجواب حدك يودوك المجلس التشريعي لجنو وانا لو كنت في محقحتي ما ابدخلك المجلس التشريعي لجنو انت ما بمستوى الوعي اللي يدخلك فيه المجلس التشريعي كلام ده تقبله ما تقوله دي حاية تانية. لكن الان الكلام الناس يتكلم فيه انه والله يجعب وندخل وده كلام فاضي ساكد. ولذلك انا دا اقول القضية بتاعت انه الشي بحصل الليلة في البلد. الشي بحصل الان في البلد دي والله شي مخجلة يا اخي الناس الادوية ما لاقينها في البلد. ناس الان واكين صفوف في الادوية. صفوف الان الناس واكين جدا والصيدليات صفوف ما لاقين دواء. يا اخي انتدي حكمة شنو? ووزير الصحة بتاع كنا الاكل القريش بتاعت البلد دي كله الان متجدع في القاهرة ماشي. اكرم الليلة متجدع في القاهرة زي نقول لك في زنجة كده الشباب لمو فيه في ركن كده قصي زي نقول. ينطط في عيونه كده زي هنا. طلع بره البلد وطلع خلصة بره البلد. بعد ما اكل البلد ودمر البلد الان قاعد مستمتع باموال الكورونا والاموال النهابة الان قاعد في القاهرة. مستمتع هناك. انه عنده شقة وعنده فيلا في الله. ما عنده مشكلة اموره زنجة. ده وزير الصحة الجه دمر الصحة في البلد. الانتهى من كل السيسم. الليلة الشعبي واجفة. الليلة يا اخواننا دو ما في في البلد. ياخد صورة. ياخد صورة مخجلة جدا. مخجلة جدا. وصورة معيبة جدا لبلد. لحكومة. وانتو قاعدين هناك الناس يتشاكلوا ليه? والله اذا اخشها المجلس التشريع. ادونا مجلس. ياخدوكم مجلس تعملوا بشنو. يعني انتو اطهر من الناس اقاعدين في حكومة يعني? يعني هس كده انتو هتجيبوا زول افهم منك. تعايش لقاعدين مجلس الاستيادة ده. هتجيبوا زول افهم من نيكولا يعني? هتجيبوا ناس افهم من الناس اقاعدين في مجلس الوزراء? ده ما كانوا بيقولوا والله يدامقوا صادقوا برهان. اوه ما ما عارف والله. كباشوا برهان يجيب تخديموا للمحاعم. اقروا. اتوا ما شوفوا تغريدات ديل. ديل مشوا هناك لشنو? ديل مشوا هناك لشنو. تقول لك مجلس تشريعي. ديبت لك مئتين تلتمية نفر خطيتهم هيشارعها ساكت. القضية ما في المجلس استشريعي. قضية في السيستيم. القضية في السيستم. ازا ما صلح السيستيم. ازا ما صلح القانون. ازا ما صلحت الوصيغة الدستورية الخرقة. ازا ما تنازل العسكرة عن المشهد ما تقول لي مجلس تشريعي. لو جبت فيه الف نفر ما بعمل حاجة. ما ما. عشان الناس ما يفكروا غلط. دايما التفكير الغلط ما بجيب لك نتائج صح. ما بجيب منه. فكر في الاتجاه الصح. عشان تجيب النتائج الصح. عشان تمشي. عشان تصل لأهدافك. قضية ما قضيتين والله مجلس ته. كله بكرة تجيبوا اللجنة ما بعرف امنية اقتصادية. ما بعرف استوعبون هنا وعربات وبعد شوية المجلس ذاته الشاكل في عربات خمسة وعشرين حركات مسلح. وابعرف ادو فلان وادو فلان وبعد شوية شغلوا المجلس. اخونا اصحق. اصحق. مجلس ما بين لانه مجلس ما عنده صلاحيات. المجلس محكومة الوثيقة الدستورية. انت بتعارفوا قانون? بتعارفوا قانون? بتعارفوا قانون ولا بتكلموا ساكت? المجلس ده ما بيجي نشريح حاجة من راسه. اي تشريع يعمل المجلس وفقا للوثيقة الدستورية. لا يستطيع انه المجلس ذاته ما يستطيع يلقي الوثيقة الدستورية. لانه الوثيقة الدستورية هي الاوجزة المجلس. انتوا بتفهموا كيف? ندرسكم قانون? نقلب الحصة قانون? المجلس التشريعي اول ما يجي ما بيجدن يلقي الوثيقة الدستورية. لانه الوثيقة الدستورية هي الاوجزة المجلس التشريعي. والمجلس التشريعي اول ما يجي ملتزم اول حاجة يعمل انه يصادق على الوثيقة الدستورية. بتعارفوا انه اول ما ينعقد البرلمان. اول حاجة بيعمل اجنوب بيتقدم له كل المشاريع بتاعت الدستير القديمة عشان يصادق عليها. انت مكتوب في وسط الدستير في الوسيغة الدستورية دي انت مكتوب دوة هناك انك تصادق على الوسيغة الدستورية. ام شو اقول لي? يا اخي ما تقول ناس واهم كده. عشان تجي تعمل شنو? ما هتقدر تجي مجلس السياح ما هاي يقول برهان يتلغي والمجلس المجلس السيادي يتلغي. ما بتقدر تقول لكلام ده. قانون ما بتقدر تقوله. لانه انت زاتك انت ما موجود من عدم. انت جيت بناء على الاسس القانونية دي. لكن اخوانا في عدم فهم. في ناس سيقول لهم كده بالخالة هناك. انا اصلا الله سبحانه ان الناس يقولوا يعني. يجوا لي قضيته. اجل القضية بتاعت الانتخابات الامريكية دي. في ناس طبعا. انه والله اخوانا. نحن ليه مهتمين بالانتخابات الامريكية وما نهتم بها وكده. انا جاي لقضيها تلتمية خمسة تلاتين مليون دولار. جاي لان. لكن هي الانتخابات الامريكية دي زاتها يا اخوانا دي ما بلد. يعني انت الليلة بتتابع الانتخابات الامريكية شايفين الجرسة بتاعت الرئيس دي? يعني تتخيل انه الرئيس الان ما قادر يغير في القانون بتاعت دي. ما قادر يغير الان الرئيس مزنوم. الان الرئيس في ورطة. الان هو خلاص يعني. اصلا انتخابات دي حسمت خلاص. الان لانه نفاة دي الان الولاية بتاع اخر الدايرين فيها ستة نقاط دايرة بايدين دي الان ما شا فيها خلاص. اه الان هسي قبل شوية كان بيتكلم انه اريزونا برضو خلاص نحن هنكتسيحها بعشرات الاسوات. الاف الاسوات. تتخيل انه شوف يعني في الزنقة دي كلها. الرئيس ما قادر يستخدم صلاحياته. الرئيس ما قادر. الرئيس ما قادر. ما قادر يقول لهم والله يعني دي لو عندنا نحن ولا في دولة تانية. ماهو يحتاج الكلام دا كله. تسعة تسعين في المئة. اشهلوها جبال الرئيس. اشهلوها كده يدوها للرئيس. تتخيل انه الرئيس الان مزنوك. لكن ما قادر. الرئيس يلجع للقضاء. والقضاء الامريكي. كل القضايا القدمت. حسن فيها لصالحة للمحافظين. لصالحة الديمقراطيين. ودي الديمقراطية اخوانا. الليلة الرئيس لجع للقضاء الامريكي. في كتير جدا من القضايا. لكن القضاء الامريكي. لانه قضاء مستقل. القضاء ما حكم لصالح ترامب. ولاة الولايات الان في ولاة جمهورين. لكن ما يقفوا مع ترامب. لانه قالوا والله نحن ترامب اذا نحن لانه جمهورين. لا قالوا الديمقراطية الامريكية فوق كل شيء. اشوفوا التصريحات بتاعتهم. ما دي انتخابات جديرة انت تتابعة. اشان انت تتعلم منا. نحن ما داينا نتعلم منا هذه. ما داينا نتعلم. ما داينا نتعلم الديمقراطية. انت عشان تتعلم الديمقراطية دي تجربة. دي تجربة من الف سبعمائة ستة وسبعين. تجربة عريقة جدا في الديمقراطية. عندها قرابة الاربع قرون. في التحول الديمقراطي في حقوق الناس بينشي صوتوا كيف. الناس يختلفوا. ديمقراطيين جمهورين. الان الناس مختلفين. لكن تعيشوا في الدمهورين الواقفين ضد ترامب. واصل الله انه يسجد ترامب. نحن في السودان تاريخيا الديمقراطين ضدنا. هاي هسي كل العقوبات دي فرضة بها الكيلينتون. سنة تلاتة يسعين خدتانا في لستة القائمة تحت الارهاب. اول ما استرم طوالي خدت السودان في الارهاب. عارفين الكلام ده تماما. عارفين انه والله الديمقراطين اشد علينا. لكن لما انتجي تعاين الوجود اه ترامب في السلطة مضر علينا اكتر. دي انا بيجي باشرحه بعدينك باتجاه تاني. مضر علينا اكتر. لكن الديمقراطين ده لذاته. يجيوا يقعدوا في السلطة? نحن ممكن نمشي معهم بحوار. وده العمل هو الناس غندور. لما انبدوا الحوار مع مع اوباما في قضية رفع المسارات العمل هو المسارات الخمسة. ليش يا اخي خش علينا التلفون? المسارات الخمسة. اللي عملوها ناس غندور. ومشو فيها حوار. مشو مع الديمقراطين ذاته. ومشو تحاوروا. وبعد داك حددوا المسارات وبدت قضية انه والله وحتى اوباما في اه يعني يمكن اوباما في اخر لو لو انا يعني ما فاتتني هو اوباما ولا الفين وسبعتاشر بعد داك ترفع ترفع الحزرة الاقتصادية. يمكن رفع اوباما في اخر ايامه قبل ما يمشي. امن علي رفع الحزرة الاقتصادية على السوداء قبل ما يمشي. اوباما في اخر ايامه. فانت كونت تحاور تحاور الديمقراطيين وتقعد معاهم برغم عداوتهم. لكن احصل لك من ترامبي دا? لانه ترامبي دا الان اللي بحصل احنا الان ازا جينا كده بمشينا لورا كده شفنا التمدد بتاع الامارات. الان موجود في البلد دا كله سبب ترامب. سبب وجود ترامبي في السلطة. سببوا ادينا لعملوا ترامب مع هسن خليج. اداهم مساح الان. يتمددوا فينا. الان يتمددوا في البلد. الان شغالين في مشروع ما في زول بيسألوا. لا في زول بيتكلم عن حوال انسان. ولا في زول بيتكلم عنه. الان بيعوسوا فساد في الارض. وده كله نتيجة لشنو? ده كله نتيجة لسلطة ترامب. لوجود ترامبي في السلطة. لذلك نحنا انا واحد من الناس بفتكر انه افيد لنا وجود الديموقراطين في السلطة. ليه? لانه نمشي معهم في حوار. نمشي نتحاور معهم. هاي نتحاور في ايطاني انه والله يا اخي العقوبات ذاتة ان احنا اللي اتفرض علينا في السودان دي. ما لانه يرهابين نحنا. والكلام ده عارفين انه الامريكان. امريكان هما زاد عارفين انه انه احنا وايرهابين. عارفين انه والله العقوبات دينا ما يتفرض السنة التلات تسعين كانت قضية سياسية. ما كانت قضية يعني قانونية دين السودان. ما كانت قضية ما كانت قضية اه اه كانت قضية سياسية. ووقتها الان القضايا اللي بتتهمون بها قضية المدمرة كول. ما بعرف تدجير السفارتين. ده كله حصل بعد. بعد ما يعني بعد ما وضعنا في اللسة. لانه نحنا وضعنا في اللسة سنة التلاتة التسعين. لكن مشكلتنا نحنا عندنا هوانات. ناسنا ديلا نحسي قاعدين ديلا. ديلا ناس المشوا الان في قضية الحوار. واللي دفعوا القروش اللي ترامب. وده سؤال جوهري. قروشنا وين? ما انت من حقك. اللي لا انت من حقك زول الان اه دفعت قروش مواطن سوداني الان يعني. الان المواطن السوداني يعني. دوء ما فيه. كتاب ما فيه. خبز ما فيه. واخد ما فيه. المواطن يعني. انت مشت دفعت وربعمية وخمسة مليون دولار. مشت وين? ده سؤال داته مشت وين? يتدفعت وين ذاته? قروش يتدفعت وين? لانه دبت. دبت. تفضحكم. هم الان بدافعوا عن القحات الان دارين دارين بدافع عن ترامب. ودارين ترامب يزال في الحكم. مش لانه والله بيتكلم عن مصلحة السودان والله الديمقراطيين فرضوا علينا عقوبات ولا لا لا. لانه دارين المهازل بتاعت الفوضى يتمشي. لانه ما دارين الامر ينكشف. امر القروش. لانه القروش ده دفعت وين? وهو قروش ده دفعت من? اتدفعت لتمويل حملة ترامب? اتدفعت مشت اتقسمت للناس الاسر بتاعنا الضحايا ولا خشت خشت الحكومة الامريكية بصفة رسمية? اسأل اي يزال يقول لها القروش دي ما بتخش بصفة رسمية الحكومة الامريكية? اصلا لا يمكن تكون خشت بصفة رسمية القروش الهسن القروش التلتمية خمسة وتلاتين مليون وقبلها في اتنين وسبعين مليون دولار. اللي ما تدفعت قصة ما تدفعت بصفة رسمية. ما تدفعت بصفة رسمية. لانه نحنا ممنوعين ندفع علينا علينا حذر. امريكا فرض علينا حذر. انه والله ما ندفع. ما تتعامل معنا? الرجاب دي اتدفعت وين? بس unex جاءة دفعتوها لترامب دفعتوها للدولة الامريكية ولا لو ترامب? في فريقنا من تدفع للدولة امريكية اذا نحن دفعنا للدولة الامريكية كالدولة بتاعت مؤسسات هاي ما في مشكلة يزجוט بيدين يمشي بايدين يجي ب gospel نحن دفعنا للدولة الامريكية ما في مشكلة بيستمر الحوار بيستمر لكن القروش ميدة دفعت للدولة الامريكية بدليل انه هاسا بعد قال والله القضاء الامريكي قال ما تشيلوا القروش على القضية سكرت وده وده مربط الفرسينا الآن الجقلبة اللي بيعملوا فيها القاحات هذين جقلبتهم دي كلها لأنه بينفضيح الأمر لأنه القروش اللي اندفع الدعم عشان يرفع السوداء من قيمة دور راعي ولو كانت القروش lipstick لرفع السوداء من قيمة دور راعي لأرهاب لنا ترفع ليه ترامبي طلع جدد الحزرة لاختصاء ليه? ترامب يطلع قال الخرطوم تمثل تهديد للامن الامريكي. هو قال والله صح. بن قوسين بناء على قانون سلام دارفور او بناء على قضية دارفور الامن. لكن ده ذاته ما بيديك مؤشر. انت لو عامل اتفاقك مع الحكومة الامريكية ما بتخاف. ما بيهمك. امريكا دي ما دولة تحت مؤسسات. نحن مختلفنا دولة تحت مؤسسات. لكن في احد ترامب داس على المؤسسات في امريكا طبعا. دي واحدة الان من الاشكاليات بتاعت استعادة امريكا. الان الديمقراطيين ده اللي بيعملوا في انه يستعيدوا امريكا كدولة قوية كدولة صاحبة قرار. مش دولة بتاعت بيزنس. ترامب الان بتاعت بيزنس. ضرب بكل القيامة الامريكية ارضى الحياة. يمشي السعودية يشيل بهنا شال من السعوديين قروش لا طائلة لها. مش شال من الاماراتين قروش لا طائلة لها. استفز القطريين. في النهاية ردخوا له له صفقة بتاعت طيارات ما معرفة كم وعشرين مليار كده شالا. جشال منا نحن هنا في السودان. لانه ريول. ودي واحدة من الاشياء الان بيعملوا فيها فايتين. انه امريكا تعود كدولة. كدولة قوية. كدولة بتاعت بلد يعني لا بلد. اذا انهارت امريكا كلها. العالم ده كله بنهار يعني. وهي دي واحدة من الاشكاليات طبعا. انه الناس اللي بيفتكروا انه والله لا لا الدائرين يمشوا مع ترامب. نحن وانه نمشي مع ترامب. لانه تاني امريكا اربع سنة لقدام. يا اخي امريكا ذاتها كدولة الان في المحيط العالم الان خلاص. اصبح وجودها ذاته. طلع ما بعرف. لا بيعترب بامم متحدة ولا بيعترب بمنظمة امم متحدة ولا بيعترب بمنظمة الصحة عالمية ولا بيعترب ما بيعترب باي شي. واحدة من الاشياء الان بيعمل فيها فايتين استعادة الدورة الوطنية. فانا اللي لان اكون عامل اتفاق مع حكومة ما بيكون عندي مشكلة. لان انا بكون اقول دي ما دفعتها ساكن. الجقلب اللي هستي بيعملوا فيها دين. لانه ما دفعوا القروج دي ما الدفعت باتورو كراسونية. القروج دي الان فيها فيها فساد. وسيصهر الان سيصهر. الان هم القحاتة جقلباته كله الان بيجقلبه. اتو ما كنتوا عارفين انه ترامب اذا ممكن يزقط ولا ما يزقط? ما بتفهموا سياسة انتم? يعني انتم ما بتفهموا سياسة? اتو ما عارفين انه انه ترامب دخلش انتخابات وما عارفين الوضع بتاعه? تمشي تدفع لك لازول اربعمية وخمسة مليون دولار. ما تشيل منه حتى. حتى ما يزبط? ما شلت منه حتى ضمانات? الديمقراطين دل? عشان تكون في تاريخك عارفة الديمقراطين هم الفرضوا العقوبات على السوداء. وما هيرفع عنك العقوبات. ازا ازا بايدن ده تم اعلان فوز بكرة الديمقراطين هم الفرضوا عليك العقوبات. ما هيرفع منك العقوبات. والديمقراطين ازا جاي يرفع منك العقوبات. دي 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 سلسلة طويلة عشان يناقشوها في البرلمان وامشي. يا جيزة البرلمان انا ما شغل بتاع رئيس. يعني قروش لن نحن دفعنا الاربعمية وخمسة مليون دولار دي دي مشة شمال في مرحي. دي شغالة ترامب اشتغل بها حملة الانتخابية. اشتغلو اشتغلو اكل المحامين. يعني هل تتخيل انه امريكا? هو ذاته نحن كده خلو نتكلم بالمنطقة. امريكا. تعمل تسوية لقضية دار السلام وما بعرف سفارت بتاعت. تعمل تسوية لسفارتين. تخيل معي سفارتين. تعمل تسوية بتلتمية خوصة تلاتين مليون دولار? يعني شنو تلتمية خوصة تلاتين مليون دولار في في الفقه الامريكي ولا في الميزانية الامريكية? هتعمل شنو لي امريكي? هتعمل شنو? هتعمل شنو سؤال? هتعمل شنو? هتعمل شنو? في واقع انه القضاء الامريكي ذاته قالوا القروج دي ما تجي. ما تجي. ما تخش قضية. ما تجي القضاء قفل القضية وقفل وقال ما في. ما شرطي شو ديتوا لترامب? عشان ترامب شنو? مش مش مش. لانه انتو دفعتوا القروج دي لترامب لانا كنت ردوا ترامب. كل ما في الامر لا قضية عند علاقة رفع العقوبات ولا الان السودان قاعد في الريست. لان السودان قاعد معاك السودان قاعد في الريست. وهس الديمقراطية ما بيتكلم. وهس يا بكرة بايدين دينا من يفوس بيتكلم عن حداشر سبتمبر. كل الكونجرس الامريكي الان بيتكلموا عن حداشر سبتمبر. بيتكلموا الان انه حداشر سبتمبر الاحداث بتاع حداشر سبتمبر دالي لهم فيها حداشر مليار لحشرة مليار. الان بيتكلموا عن التحاوضات. وده كلاما والكونجرس ده ما كلامي على. انتو ما دفعت لترامب القروش دفعت ترامب القروش على انو ترامب يطلع امر تنفيزي. عشان عشان نكون واضحين. انتو ما طلعت مشيت دفعت قروشك لترامب دفعت قروشك لترامب. باعتيار انك تاخد ترامبي ده يخط الكونغرس الامريكي في في الوجهة في في الصورة في يعني يخط في الامر الواقع انه يطلع آآ امري تنفيذي بيقول انه والله انا رفعت السودان من خيمات دول راعي الارحاب خلال ستين يوم بعد ذلك الكونغرس يقبل ما يقبل ديك حاية تانية لكن هو يخط الكونغرس في الامر الواقع ترامبي دي ما عمل لك ترامب المحتل ما عمل لك اخت منك تلتمية خمسة وتلاتين مليون وقبليها اتنين وسبعين مليون دولار اربعمية وسبعة مليون دولار ودي ما عمل لك حتى ما يطلع عليك. ها ما يطلع عليك. عشان يوريك انه انتو هوانات كيف? لنكن يمتوا اسوأ منكم ربنا ما خلقوا. شغالين بالامانة وشغالين بالامنيات. هاي ترامبي ده والله هيفوسي الانتخابات. شغالين والتلفزيون الاعلام الخليجي كله. الان الاعلام الخليجي كله شغال منه ومن بدت الانتخابات? ترامبي سيفوس ترامبي سيفوس. الان ترامبي ما هيفوس. مش هدي الانتخابات التي شايفينها قدامنا دي ما هيفوس. ولو فاس ترامب. لو فاس ترامب. قروشك اللي انت دفعتها دفعت عشان يتم رفعك. حس انت اش ما اش ما اش ما ادغشو الناس اخواني. عشان الشعبي دي يكون واعي اخواني. عشان الشعبي دي يكون فاهم. هي القضية القروش دي لما ادفعت مشاشر القضية تمشي الكونجرس. الكلام بحق الناس يكونوا فاهمينه. القروش دي ادفعت عشان ترامي يطلع امر تنفيزي يرفع به اسم السودان من قيمة دول رعا الارهاب. الامر التنفيزي دي بتحول يمشي الكونجرس. الكونجرس بعد ذاك يقرر فيه. انه لا يوافق للرئيس ولا ما يوافق للرئيس. لكن الرئيس حتى دي ما عمل. حتى امره تمفيزي ما عمل قال. انا طلعت هى بعد ذاك جبعد. كم يوم قال خاطب الكونجرس الامريكي رسل خطاب لكونجرس الامريكي. يطلب من الكونجرس الامريكي مناقش كطاب. في فرج دي خطاب وفي فرج دي امره التنفيزي. ودي ما عمل ترامب واثس هايزق الترامب. واذا سقت ترامب هتمشي تطلب منه قروشك. من ميو? ما سوال هتطلبه من ميو? دفعت انت للإدارة الأمريكية ولا دفعتها لترامب ولا دفعتها لوزيرة خارجية ولا دفعتها لو مكتب المحامة? ده سؤال مشروع من حق الناس. لانه ما في صيقة. دي حكومة ما بيصيقوا فيها. دي حكومة قاعد تغش الناس. تبيع الوهم للناس. ما باعوا وهم للناس. ما قالوا ان احنا والله القروش دي دفعناها شنرفع. رفع اسمنا من قاعدوا الراعي على الاراضة. ما رفع اسمك. ما رفعه. ليه تاريخ اللحظة دي? هسي هسي بتكلم معك ما ترفع اسمك ما يدونها. اذا سقت ترامب اسمك ما ترفع. كان اقلها يزغط ترامب وانت عند قرار تنفيذي. على الأقل القرار التنفيذي ده ممكن يجي حاجة تمشي مراكزة دفع حقتك في مجلس الشيوء في الكونجرس تدافع لك. تمشي ملح. هسي هما الان لا فين خشو ملح ساكت. الان بتمنوا الهواني ان ترامبي ما يزغط. لانه ترامبي انه سقط فضيحة انه تضلع. لانه فضيحة تكون بي جلاجل. الديمقراطي ما برفع عليك. الديمقراطيين ده ما هما ما هما لخدتوا القرار ده. العقوبات دي ما فرضى الديمقراطيين. وفرضى بناء على رغبتك انت. هسي عمر جوال الدين وزيرك التناخرية اللي بتبجح ده. الزولة بتبجح بيقول انا بتشرف. بيقول لك انا كنت السبب معه انها ما في ذوق بتشرف باقي. ما في ذوق بتشرف باي? تجيب تتشرف انك عميل تشرف انك انك كنت عميل ومشا orbital البلدك في قائمة الدول الرائنة على بالدك. في ذوق بتشرف بالعمالة? ما في ذوق بالعمالة? لكن انت اشرفت بالعمالة؟ جيت قلت انك عملت الكلام ده وما شاءت سويتوا الكلام ده كله. هسا الديمقراطين ده الجاين دمقراطين ده سياسة معروفة. معروفة. يمكن اوباما في ايام والاخيرة اه سحب الجوش من عراق عمل يعني. افغانستان كده مهم يعني. لكن سياسة معروفة تجاهك انها ستكون سياسة متشددة جدا يعني. فانت ما تمشي تدفع لك قروش ليزول. تمشي تدفع لك قروش ليزول. يا اخي من دون تقبل تلقى لحدها الادنى? من دون تلقى لحدها الادنى? هي الدولة بحكومة بتغريدة? ما ترام بغرد عشان انت عشان زي انا وزيك انت ديل وفي ناس قاعدين هناك اللي ما عندهم مخزة القحيطة اللي ما عندهم مخ يشيلوا الكلام. ترام بغرد. هي الدولة برفعها بتغريدة? وهو ده سؤال الدولة برفعها بتغريدة? ما الرئيس الان في غرد. ما غرد قال نحنا فوزنا بالن فوزنا ما بعرف بالولايات وفوزنا هلفز هل هل تغريدة? اسخ ارجع شوف افتح ترامب. ترامب يقال شد بي ستوب زا كاونت. قال لون ستوب زا كاونت. وقفوا وقفوا العد ما طلع تغريدة قال وقفوا العد. في زول وقفوا العد. هي البلد بدولها بتغريدة? ما هي كان بتتدور بتغريدة? الرئيس زا كاونت. قال وقفوا العد. في زول وقفوا العد? ما في زول وقفوا العد. لان الدول ما بدروها بتغريدة. لكن لانه نحن شعب تافه. انا اقول لك. لانه شعب تافه. نحن لو ما شعب تافه ما ما بنشل لنا تغريدة بتاعة رئيس. وشايلين حاهمين بها الدنيا. نحن رفعونا بتغريدة. انت دافع لك. وربعمية وخمسة مليون دولار بتغريدة? في زول عاقل في الدنيا بيعمل الكلام ده? في زول عاقل في الدنيا انا بسهلكم. في زول عاقل في الدنيا. في زول عنده عاقل الدنيا دي. في زال بيفكر صح عنده 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 عقل بيفكر صح. بمشي يدفع له اربعمية وخمسة مليون دولار. ويجي انتظر تغريدة من ترامب? انت شلت التغريدة حق ترامب ومشايت قلت رفعه. لكن انا بسعلك في الواقع شنو? انت ما تفكر بالتفكير القحايل? انت ما تفكر دائما ما التفكير اللي بيفكره قحايلة دائما. انت فكر كبشر. فكر كزول عندك عقل. انت فكر كزول كزول مستغل عقلك ده شغله. جيب جيب هسان متكلم عقلك جيب لي? جيب خش وزارة الخارجية الامريكية. خش وزارة الحق. خش جيب اي ورقة تقول انه والله السودان تم رفعه من قامة الدول رايي على الارهاب. خش خش كل المواقع دي. خش كل مواقع الدولة. جيب لي ورقة تثبيت انه السودان تم رفعه من قائمة الدول رايي على الارهاب. لالليلة ما في اي ورقة طلعت بيس رفعه السودان من قائمة دول رايي على الارهاب. كل ما في الامر تغريدة لترامب. قال وقال ما نمسك القروج بنمشي في البروسيس بتاع رفعه السودان. في خطاب من ترامب يطلع للكونجرس الامريكي. يطلب من الكونجرس الامريكي مناقشة لانه القضية ما قضية ترامب. امريكا دولة على مؤسسات. ولو انت دار تعرف امريكا دولة مؤسسات قلنا لا تابع الانتخابات. ليه قلنا يبت عالانتخابات? تابع الانتخابات شعلك معرف انه امريكا هي دولة عظيمة. عشان تعرف انه ممارسة الديمقراطية في التجربة الديمقراطية حctica. فأيتانا عشرات السنين. فأيتانا مئات السنين. ديه البلد اللي بتحكمة. الليلة ترامبي دار يبقى رئيس الان ترامبي دار يخرق الدستور ودار يوقف الفوت ودار يعمل اي حاجة. لكن شوف امريكا ماشا كيف. شوف القضاء شغال كيف. شوف الشعب الامريكي بوعية. وشوف الولايات بوعية. مع الرغم انه الولايات الامريكية دي فيها اشكاليها كثيرة جدا. حتى الطريقة التصميمة. التطور بتاع الدستور بتاع امريكا. مين ده للتلتاشر الولايات. التطور بتاعهم ده البدب بتاع التحول الدموريات ده حصل فيه تطور. عشان كده لانه انتمشي قضية المجمع انك انتخب الرئيس انه تنتخب حيئة. دي طبعا عمله عشان يحافظوا بها على الموازنة بتاعت الولايات. طبعا دستور ده مع عملته نخبة. عملته النخبة الصفوية اللي كانت موجودة. ودهيال كان بيفتكروا انه فيه ولايات كبيرة وفيه ولايات صغيرة وفيه ولايات يعني ممكن عشان ما كل ولاية تستحوز على التانية. جاءوا النظام متعدة. بعدين قسبوا. قالوا والله الولايات 있는데요 فيه ولايات فيها ثلاثة مجاعدة. فيه ولايات في الدائرة الانتخابية فيها ثلاثة فيه ولايات فيها ستة اكبر ولاية فيها خمسة وخمسين اللي هي كاليفورنيا. يا خمسة وخمسين. بعد ذلك بتنزل تجي زي اه في ولايات اه فيها كانه يعني بتتنوع بعد ذلك. من ولاية لولاية بتتنوع. لكن ده كله عمله عشان يحافظوا به على الوزنة بتاعت البلد. عشان تجي تشوف الليلة امريكا دي. في ديمغراطية وفي تحولها. ما عنده الرئيس مجلس سيادة بيطلع قرار بيمشي بيقول انا دارة فوض. ما عنده. في حاجة يسمعها رئيس. في حاجة يسمعها كونجرس. في حاجة يسمعها ولايات. في حاجة يسمعها حقام ولايات. في حاجة يسمعها الدستورة. في حاجة يسمعها قانون. انت الليلة نما انتجي تقول لي والله انا بلد مشيت دفعت جروش. تمشي تدفع جروش. انا الكلام ده قلت وهس قاعد اقوله. والله قاعد اقوله. والله الكلام ده حرصة. الجروش اتدفعت وين? وين اتدفعت? اتدفعت وين? اتدفعت فهاته اكاول. منه لا استلم الجروش دي? منه? حتى تستي اسيلة. ما انا نقوله لك. لانه ده واقع بتاع امريكا. ديك امريكا ما السودان. اذا بكرة ترامي ده سجد انت هتمشي الطالب منه? ده سؤال. نحن هنطالب منه? نحن اذا دفعنا الجروش للمؤسسة بتاع دفعنا الجروش للحكومة الامريكية ما في مشكلة. نمشي نطالب الحكومة الامريكية. لكن يا الجروش ما اتدفعت لحكومة الامريكية. ده شغل بتاع مكاتب محامة وشغل بتاع سمسرة وشغل بتاع والله ما اكتر. السبعين مليون الاولى ما اتدفعت. ما اتدفعت لمكاتب بتاع محامة. التسوية تمت وين? التسوية بتاعت الاثنينة سبعين مليون دولار اولى قالوا بتاعة مدمرة كل تمت وين القروش اتفعت وين? اتفعت وين? خليكم قالوا دفع منهم. دفع هوا ما ما قالوا الحكومة الرسمية ما قالت دفع محمد بن زايد. لالان ما طلع تصريح رسمية للحكومة الحكومة قالت هزي الاموال جمعت مما للشعب السوداني. ده كلام الحكومة. حكومة قالت نحن جمعناها. ده كلام حمدوك. قال نحن جمعناها من خبزة الشعبة السوداني. ونحن عارفين انه والله الحكومة دي جمعت القروش. ده عارفين انه نحن حكومة جمعت تلتمية خمسة وتلاتين مليون وقبلها شانت سبعين مليون دولار من صندوق الضمان الاجتماعي. بقروش المعاشرين. القروش بيقيت اربعمية والسبعة مليون دولار. محمد بن سلمان بهينات دفع تلتمية خمسة وتلاتين مليون دولار ما في مشكلة. لكن احنا بنسأل من حقنا وين? خلي دفع بن سلمان دفع بن زايد دي ما عدنا نباع شغلة. نحن بنسأل حقنا وين? نحن حقنا الدفعنا ونستودعنا تطلع. الليلة اثر في الرغيف. واثر في الدواء. واثر في الوقود. اثر في التعليم. اثر في كل حاجة. اثر في كل شيء. الليلة كل مناح الحياة حاجتنا. الاسر الام في كل مناح الحياة حاجتنا. الدولار اللي بيقى بميتان وستين. الدولار الوصل تلتمية ما معروف سعره كم. كل السوا والام بتاع الازمة الاقتصادية هي الجروشة للدفع اللي ترام. والكلام ده ما قلته انا. الكلام ده طلع اميرك مسؤول البلد. الزولة التاني في البلد. وفي رواية الزولة الحاكمة البلد الاول. طلع في في لقاء تلفزيوني. ده ان احنا الجروشة اشترينا الدولار ده. احنا اشترينا سوق اسود. ده الرئيسك قال. طلع الزولة التاني في الدولة. السبب كل الوضع الاقتصادي اللي اتدهور الليلة. الليلة الوضع الاقتصادي فيما عشان الناس ده السماوة الاساسي ان كنت تاجرتها بالدولار. عشان تدفع القروش لترامب. وعشان نحن بعدها التضحية القدامة الشعبي دي مفروض مقابلة شنو? مقابلة يتيم رفع اسم السوداء من خمد دول راعي لنرهاب. نحن ضحينا بالخبز حقنا. ضحينا بالوقود حقتنا. وضحينا بالدوى حقنا. والشعبي ضحى بحياته. عشان شنو? عشان يتيم رفع اسمك من قائمة الدول راعي لنرهاب. بالاماني? هسا في زول سياسة عاقل في الدنيا. في زول سياسة عاقل في الدنيا. بيشتغل سياسة بالاماني? في زول عاقل بس سؤال في زول عاقل في الدنيا بيشتغل سياسة بالاماني? في زول بمشي بشيل قروش بالديالة زول زي ترامبيلا? هزا رجل مخبول وعار على امريكا ذاته. عار ذاته. عار على الديمقراطية. عار على الديمقراطية انه تقدم رجل زي ترامبي ده. عار عار لان الليلة ما ناجه الكلام عن الديمقراطية. رجل لا يوم. رجل الان زي الطفل كل شوية يمطلع على تغريدة. رجل الان دار يكسر قوانين القوانين خاتلنا عندها ميات السنين. الان دار يكسره. ما فيه خانومي تعال انتخابات. ايه تهسي قبل ما امأسك جغلبة تعال ترامبي اللي بعمل في هذه. فيه قوانين للانتخابات قبل ما ترامبي ده قبل ما يخش الانتخابات وقبل ما يترشح عارف انه فيه بريد. في ناس بصوته بالبريد. عارف انه في ناس بصوته التصويت الارلي. الناس اللي بيجوا بصوته قبل. عارف الكلام ده كله. عارف انه عمليات الفرز الآن في حاجة يسمع كورونا جائحة كورونا. هو عارف الكلام ده كله. لكن اذا كانت الانتخابات مشت حسب ما يحويق. هو زي القحات. ما هو تبع? هو ترامبي ده? ما تبع عرب ده? هو تبع العرب. صديق لابن سلمان وصديق لابن زايد. دارينو تاني يتكلم عن ديمقراطية. هتكلم عن ديمقراطية وتعشي ما? درجل درجل سبه في جبينة الديمقراطية. انا احسن ليه اتعامل مع عدو. عاقل خيره من صديق جاهل. اتعامل مع عدو عاقل. بيعرف الاسس بيحترم الدولة. بيحترم الديمقراطية بيحترم القانون بيحترم الدستور. بيتعامل معه. احسن ليه مليون مرة. لكن ما بتعامل ليه مع زول حتى كان صديق جاهل. لان الصديق الجاهل ده ممكن يوردك المهالك. ممكن يوردك المهالك الصديقة الجاهل. الناس الاسم يقول لك نحنا ما عندنا علاقة بأمريكا. ما عندك علاقة كيف? انت انت محكم بأمريكا. انت مازول مستقل. انت مازول. نحنا لسه ما وصلنا للمرحلة ديك. نحنا اذا رضت امريكا بناكل. امريكا ما رضت ما بناكل. ما حكمنانا عملة. نحنا ما حكمنا سوفها. نحنا ما حكمنانا حملت الباسبورت الامريكي. امريكا باسبورت. محك يقول لك والله امريكا باسبورت. ده حكم منك. حكم منك ده. عشان كده انت الليلة بتتأسل. انت مازول صاحب القرار. الناس هاس يقول لك امريكا. لذا اعتز ترامبي في امريكا الخرطون كلها ستحتص. انت ما صاحب قرار. انت ما بتقدر تاكل. انت هس الليلة قاعد في الخرطون لمحاصر. ما لاجي جمعه. مع انك ممكن تزرعه. ما قادر تزرعه. بلد عنده اكتر سروة حيوانية في العالم. وناسها دي عانين. رطل اللبن هسي في الخرطون بمية جنيه. وعندك اكتر من مية مليون راس بتاع ماشيا ورطل اللبن في الخرطون بمية جنيه. عندك اتنين نيل جاريات. وعندك اطول نيل في العالم جاري. عندك امطار بتنزل خليك الامطار بس بتزرع بها. وجعان. انت ماس دولة انت ماس دولة بتدد دهرك. كذا. انت بتتأثر بشي بتتأثر باو امريكا. بل ذات لما تكون حكومتك حكومة عميلة. لما يكون الناس الحك منك. ناس عملة. لما يكون الناس الحك منك بيفتكروا انه مصير وبقاء في السلطة. هما الام يفتكروا انه بقاء في السلطة ترضي ترامب. ترامب بمشعها. ها ترامب سقط. يا قاحاتة ترامب سقط. اهان. مش كنتوا بانين اعمالكم على ترامب ترامب سقط. وما انتوا براكم في طبكم. هسه هناك الخليجين كلهم ببكوا. هسه زايد ببكوا ومحمد بن سلمان ببكوا. ببكوا ايه? لا ببكوا. ببكوا لانه دال بفتكروا انه هما قال لك والله ترامب ده في جيبنا. ما شو خربوا اليمن؟ ما فيزو السؤالون. اليمن دي خرباهم خربا بن زايد وخربا محمد بن سلمان. لمصالح اليمن. ما سألون. ما شو خربوا ليبيا? خربوا ليبيا. خربوا ليبيا. مع انه ليبيا دي ممكن تعمل ممكن تكون بقرة بتاعت ارهاب تضر اوروبا دي كلها. ما شو خربوا ليبيا دعموا حفتر بالسلاح سووا. ده كله عملاء ولا تزايد ومحمد بن سلمان. عملين ايه? لان ترامب. ده رجل بيزنس. جا خشاة دخم سمية مليار ما بعرف. لبسوا الدهب ما بعرف. اي حاجة بتكلم بالبيزنس. الليلة ديل ديل عشان كده ديل الليلة ما بيتمنوا. ديل الليلة اكتر ناس حسينين. قبل قحت هم بتاعنا الخليج ديل. لانه ديل بيفكروا دارين يخشوا قطر ينهبوها. ما عندهم مشكلة. الان بيفكروا طمعانين في مصر ما عندهم مشكلة. طمعانين في السودان. والشي اللي بحصل الليلة في السودان ده. السبب الان الحاصل في السودان ده. سببهم. السبب اولاد زايد محمد بن سلمان. هما السبب هلاساسي في اللي بحصل في السودان. لو لا تدخلهم هما في الثورة السودانية كان الثورة السودانية عبرات. وده كله تم بوجود ترامب. بوجود رجل جاعد في البيت الابيت ما بتهمه. ما بتهمه حتى مصالح امريكا ما بتهمه. حتى المصالح القومية بتاعت امريكا ما بتهمه. بيتهمه مصلحته. 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 مصلحته بيتهمه وصلحته. ولذا الدعم ديل. ديل الان تمدد آن ده. تمدد باتاعته. تمدد بتاع المحمد بن سلمان. التجربة بتاع ديل ديل ديل. ديل دكيف. لو ماشت ببكرة جات através ادارة امريكية قوية جات عادة ادارة امريكية قوية في المنطقة. تراعي المصالح العليا. نحن نتكلم عن مصالح عليا ما هو مصالح شخصية. تجي ادارة امريكية موجودة في المنطقة بين ضبط ايادة. ده الجرابع. محمد انسان ده الجرابع. تقول له ان هاش يخشوا. ما عنده الحاجة. لكن هم وصلوا مرحلة. بالقلوشة الدفعها لترامب. الان بيتكلموا انه والله نحن الان اصبحنا نتحكم في السياسة. على الاجل السياسة الامريكية في الشرق الاوسط. كل اللي بيحصل الليلة ايصح. في مشروع امريكي لتقسيم البلد. ده كله اللي احنا عارفينه. لكن برضو ما بتطبق بالصورة دي. ما بتطبق بالصورة دي. ايران بهناك طبعا. لانه الديمقراطيين هم العمله. وباما هو العمل الاتفاق النوي مع ايران. الان عودة الديمقراطيين مرة اخرى ممكن يمشوا يتكلموا برضو في انه والله ايران ما ما داري لنا واجهة. حتى لو ما ما شو في اطار انه يعيدوا الاتفاق بيمشوا لاطار موازنات مرضية. مش عشان يرضو محمد بن زايد ولا يرضو ديل. عشان يرضو مصالحهم. يا امريكا زاتنا عندنا مصالح. ولذلك هم كتار جدا. بكتار جدا الان 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 بيتضرروا. الان كتار جدا بيتضرروا من انه ترامب. لكن على الاقل دول الدول ونواقفة. يعني الليلة الليلة الامارات ما عندنا مشكلة. ما عندنا مشكلة. هي عندنا مشكلة بتاع التمدد خارج. صنعت لنفسها هي لمانة كبيرة كده وبتاع دارة تتمدد تستل المواني وبتاعه ما ما ما. السعودية داد دار يبقى ملك وما بعض شنو بتاعه كده جاري ومحمد بن زايد وراه. دي المطامي حقتن. ولذلك نحن بتاكر انه الغياب اللي جاء بايدين ده ده فاز الديموقراطين ده البكرة. على الاقل بتجي شوية الموازنة دي بس. الموازنة دي بس. نحن دارين كشعب سوداني نكون مستقل. ياخي ما دارين زال يدخل في شاننا. ما دارين زال يدخل في شاننا بس. الامارات دي تبعيد مننا. والسعودية تبعيد مننا. يخلوه لنحن كسود. لكن ليه? لانه نحن ناسنا ديل. ما هو السبب شو? السبب دي جاء بو ناسنا القاعدين ديل. العمل حقيننا القاعدين ديل. المشو اتباعه هناك. اللي اتباعه للخليج اتباعه لغيره لغيره عشان يفرتقوا البلد. في اطار انه والله تجي الامارات تستولى على الدهب تستولى على غيره تستولى على غيره. ولزال الكتار جدا بيحزنوا ازا سقط ترامب. انا بتمنى انه هم كانوا حزنهم ذاتي يبقى من منطلق وطني ولا من منطلق مصلحة وطنية. لا لا هم ما ما حزنانين لانه والله بمصر. لا لا لا. هما الان لانه لانه سينكشف الامر. ما خلص. بكرة هيزقو ترامب هيجي الرئيس جديد. هنمشي نشوف والله السودان ده ترفع انا ما ترفع. وبكرة هنمشي نشوف والله قروشنا دي الدفعت وان? الشالة من قروشنا دي. انت هتكتشف انك انت ضيعت قروش في حاجة ما بتستاهل. انت بتكتشف انك ضيعت عملت سورة وقدمت شو هذا وقومت البلد. امكانياتك المفروض تنهط بالا البلد ما شا سلمتها لها زول عبر هؤلاء العملاء. هؤلاء عملاء هؤلاء الهجسي الكلام حاكمين البلد دي. ديه Certificüls ديه اللهم هم الباع والبلد. ديه اللهم الا ده اللهم الباع والبلاد. ديالهم تذير البلد. عشان تكون فاهم. عشان تكون فاهم. علم مغدراتك بتاحت البلد الضاهك. قروشك اجات من عرق الشعبي المفروض انك تواديها في اقلاها في قضية الزراعة وفي التعليم. الليلة نحن ما عندنا تعليم. الليلة نحن جيل فقدنا. عندنا جيل فقد سنة كاملة من التعليم. الليلة هس التعليم ده لو جيت تحسب. الان في نص سنة كاملة من تعليم راحت عليهم. دي سنة من عمرهم راحت. دي سنة من عمر البلد راحت. دي سنة من عمر التنمية راحت. دي سنة سنة كاملة راحت. وما معروف السنة الجاي شنو? السبب منه? السبب هم? هنت زول عندك جروش بتقدر تعمل بالكلام ده كله. الليلة طلعت طلع ما بعرف بتاع التعليم قال وزيرة المالية تتنصل عن كل كلامة في مجانية التعليم ودعم التعليم. مش دائما قلت التعليم مجان والاكل مجان. مش قلت الوجبة للطلاب مجان. مش قلت الترحيل للطلاب مجان. ما ده كلامكم انتم? ده ما كلامي انا. انا ما اقرأ من راسي. ده كلامكم انتم. انتم قلت والله التعليم. شلت قروشنا وديتها قروش البلد. قروش البلد شلت قروش البلد ما شاء سلمت على رجل محتوه. وجاينا الليلة نحن ننتظر. الليلة خرطون كلها منتظرة حكومتك كلها منتظرة ترامبي يفوز. وعشان ترامبي يفوز عشان عشان تواصل المسلسل بتاع الالهاء الهاء الشعب ما يفوز وديمقراطين الان مجلس المجلس المجلس الامريكي الاغلبية قاعدة للديمقراطية حتى لو فاش ترامب الليلة. هسا لو اعلم في فاست ترامب الديمقراطين هوا ما مجلس بين مجلسين ومجلس الشيوخ. الشيوخ مسيطرين عليه الجمهورين. المجلس الامريكي اللي هو بتاع التشاريع اللي بيطلع التشاريع والقوانين مساترية على الديمغرافية. انت قادر تدخيل كلامنا? قادر تدخيل انه انت بكامل ارادتك. انت كمواطن. القضية دي ما بتحملات الحكومة. عشان ما نقول حمدوك. اصلا انا ما بقول حمدوك. ولا بقول قحد. انت كمواطن سوداني. انت كمواطن قاعد في اي حتة من السودان. في اي حتة من السودان. انت السبب. ما حمدوك. والله اصلا ما بحمل حمدوك. لا احمل حمدوك. ولا احمل قحد كحزاب سياسية. لكن احمل للشعب السوداني. لانه الشعب السوداني شعبي للأسف شعبي غير واعي. شعبي غير واعي. شعبي غير مدرك. شعبي عايش على الاماني. كويس? وسيجل نسوا قبل خلق. انه من الشعب ده يصل واعيا من درجة من الواعي. ويعرف حقه وين? لان انت بتعرف حقوقك وين? ما بيشيله منك اربعمية وسبعة مليون دولار. بيقول دابس اللي ما على رجل ما عدته. ويجي يغشوك. يقول لك والله يترفع اسم السوداني. ويجيك واحد هنا في اللايف. يجيك واحد هنا في اللايف. يقول لك يا اخر. انت اترفع وين? وين اترفع? وين? مستمحت كلامي ده امشي فتش. امشي فتش. بس انت مستمحت كلامي ده امشي فتش. بعد تسمع الله امشي فتش. خش في اي موقع. جيب ما يزبط. جيب ما يزبط. ان السودان تم رفع من قلوة الدور رعي لا ارحم. لكن السابطة الان. انك انت كمواطن. ما هتقدر تاكل. ولا هتقدر تشرب. ما في امن. الليلة. الليلة في البيوت. الناس بينطوا في البيوت. بيقتلوا الناس في البيوت. الليلة خيرة الشباب. انا شفت له واحدة ومشهيد. اتكلمت انه ولده نطه في البيت كتلوه. الليلة انت ماشي في الشارع ما امن. ما في امن. ما في امن. انت ماشي في الشارع ما امن. ليه ما امن? والشرطة ما بتشتغلك. لان الشرطة ما ديتها مرتبات. انت دار تدي العسكري بتاع الشرطة تلاتة الف جنيه. عشان ما اجيب لها الثلاثة الاف جنيه. ما بتكفي الليلة الثلاثة الف جنيه ترحل ترحل قاله من من الخرطوم لالكلاكلة في تلاثة Beautiful جنيه. داshow القليل بتادي لك عسكري بتاع شرطة 3000 جنيه مرتبه. اللي هو مشوار بتاع الترحال من الخرطوم من الخرطوم لyo الغ Harman لتلاثة الف جنيه دائرة لأن حين يحميPك البلد ما بيحميPك البلد. ما بيحميPك البلد. العسكر عشان يحمليك البلد لازم تديه مرتب يكفيه في اكله وشرابه. نما نجيك زول يقول لك الليتر بتاع البنزين الليلة في الخرطوم. لانه نحن بيمبيعه رخيص لانه في العالم بره غالي. نقول لهم الليتر الان بتباع في الخرطوم من نص دولار صح? الليلة الجالون بتاع البنزين في الخرطوم باثنان دولار. لكن الاثنان دولار دي بتاع عاد المرتب بتاع زول. لكن كلموا. كلموا. اي زول موظفة الدولة انتو بتتكلموا عنها هدي الاثنين دولار دي ما فيه المينممويت في اي دولة محترمة في العالم. اي دولة الليلة محترمة في العالم المينمويت حقها بعادل ما قيمته. مثلا هس لو تتكلم عن دولة اوروبية امريكا في غيره في غيره ما قيمته اتناشر دولار. هس يا امريكا دي الان بتتكلم انه والله المينمويت خمستاشر دولار. دي امريكا. نحن عندنا هنا المينمويت تسعة باون. الا كده. لكن تسعة باون. التسعة باون دي عندنا هنا بتاع عادل العمل اتناشر دولار. ده المينمويت. ده في الساعة. انا بتكلم في الساعة. عشان اصال اصول البيجي يقول لك يا اخي ياخي نحنا سامع في الاس. البنزين ده في الحالة منغالية. والبنزين ده كده وانتو قاعد ان تشترو رخص كلمهم قول لهم. قالوا البنزينة اللي عندنا نحنا هنا بنشتريه الليتر بباول وانتو عندكم عمل لكم بنص دولار كلموا نقول لنا في كل العالم دي اجل حاجة عشرة دولار. الزولة اللي بيطلع بينشي يشتغل في اي دولة في اوروبية في غيره بياخد له في اليوم ما يعادل مية دولار لتمانين دولار. عشان كده هو بيمشي بيجيف بكبة بيفويل عربيته لانه بياخد بالدولار. انت رو ما انتجي تكلم الشعب اديه بالدولار. شفت العمل لحاجين اقول لك والله بالدولار بالدولار. قلونا المرتب بالدولار. قدوا الناس بالدولار. قدوا الناس بالدولار. حاسبوا العسكري بتاع الشرطة بالدولار. لانه الليلة كل الموظفين بتاعنا الدولة الليلة اي موظف قاعد في الدولة اللي كان قبل خمسة سنة بيصرف تلتمية دولار الليلة بيصرف مية دولار. اي موظف الليلة قاعد في الدولة السودانية. اي موظف قاعد في الدولة السودانية. كان شغال في الامن. كان شغال فى الجيش. كان شغال فى الشرطة. كان شغال فى السلكة. اي زول الليلة قاعدت في الدولة السودانية اي? اي زول الليلة? ما تقول لي والله اخد مية خمستاشر عشرين دولار مليون مافي. اي موظف الليلة. زمان قبل ثلاثة اربعة سنة كان بياخد تلتمية دولار. الليلة نفسي مرتبه وانت رجعه للدولار ما يعادل مية دولار. مية دولار ما بيعدل. مية دولار ما بيعدل. فانت الليلة دار تدي لك موظف مرتب في الشهر مية دولار. وتجي تقول لي والله البنزين بيكبه في السعودية بكم ريال? امشي شوف السعودية مرتباتها كم? امشي شوف خطر مرتباتها كم? امشي شوف الناس اللي جاعدين في اوروبا مرتباتهم كم? عشان بعداك نما تجي تغارن تقول والله البلد. وده كله حصل. ده كله حصل. الكلام الهسنة بقوله ده كله. عشان الاخص وكله حصل. ده كله حصل. بحقك انت. بحق المواطن المسكين ده. لان حكومة عميلة. لان حكومة لا. يعني حكومة ما عندها قيم. حكومة ما عندها اخلاك. حكومة ما بهمها ذاته. هي ما عندها انت كمواطن ما عندها بيك شغال. هي شغالة لذيه. شغالة للبر ذيه. كويس? شغالة للبر ذيه. وبعد ده صغل. زولكم ذاته صغل. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لا يحق المكر السيء الا باهلي. لا يحق المكر السيء الا باهلي. ربنا مداري فضحكم. فضيحة فضحكم اهه. ده كله. واشيط والله دفعنا وزويرا. وكله كله كلام صحيح. بس يا من ايه امشي بكرا عملكم فراش اه اتلموا اه مشكلة. ممكن كما عندكم الامكانيات. ممكن تمشي تتلموا على اولاد زايد وتتلموا على بتاعنا السعودية. انتوا يتلموا كلكم. ومعاكم بتاع مصر داك اتلموا كلكم. واتلموا كلكم. اتلموا كده اقعدوا لكم في خيمة واحدة وابكوا سوى واشيلوا الفاتحة. وقولوا والله يا اخي ترامبي ربنا يرحم. في السياسة كده. الزول ما بيقرأ السياسة صح? كده. انت دار انت دار انت دار تمسي السياسة تقرأ سياسة صح? تقرأ التوقعات صح? كميز? التوقعات تقرأ صح? تقرأ التوقعات صح? تقرأ تعرف انه والله البحصة شنو? تعرف انه والله ترامي دفوز ما بيفوز دول ما تدفع قروشك. يا اخي انت دفعتوا الانتخابات ذاتها باقل لكم. ماخد سؤال ذاتها. انا ما قادر استوعب. ايتوا بكان تصبروا لحد الانتخابات دي جانتي. هس قروشك انه مما دفعتوها عندها تلاتة اسالة? اسبوعين? يا اخي واسبوعين? يا اخي ما ما في زول كده. يعني ما في كده. ما في كده بصيرة كده. ما تقعدوا تقولوا خلاص يا اخي. طلق بدا ما اطلو? قل له الله ترامب هاي. خلاص نحنا اتفقنا. اه خلاص ما في مشكلة. يا اخي قل له الله يمشينا البنك والكفيه. يا اخي خشوا امركم. حس لو انتظرت وا اسبوعين. لو انتظرتوا اسبوعين. كان قروشكم في جابكم. وعمك بايزين ده قال عليكم عديل. الشغلة دي فيها قضاء محكمة وما هشل انكم قروش يعني انت كان لكن دي دار اشنا? دي دارزول عنده بصيرة سياسية. دارزول عنده قلل. دارزول مستغل. انت قاعد تتبع في اولاد زايد. هما دي المشوى الرطاق. هما لما قال لك امشي احترف بالجريمة لانه هما ما بعينه لدي اولاد زايد وبتاع السعودية بعينه للاحداث الحادي عشر من سبتمبر. وده السموك الكبير الريقب السوداء. يا ليتها يا ليتها يا ليتها انتهت في الاربعمائة وسبعة مليون دولار. يا ريت لو انتهت في بتاع التنزانيا ودار السلام. يا ريتها لو انتهت في كينيا ودار السلام. ويا ريتها لو انتهت في في المدمرة كول. القضية ما هنا. ايتوا عارفين الخطر الجاي وين? الخطر الجاي حداشر سبتمبر. المشكلة انه ما في ذي. المشكلة انه نحنا الان حداشر سبتمبر. ومحمد بن سلمان انه من يتكفل قال انا بدفع القروش ما كان دار يدفعه ساكن. لانه محمد بن سلمان دار زول يشيله الشيلة. وانت قدمت شيلت الشيلة. مع انه الناس العمل التفجيرات دل نصهم سعوديين ونصهم شنون ونصهم شنون. ما معروفين. لكن انت تكفلت ومشيت. ودي المشكلة هنا. المشكلة مش حمدوق. بمشي حمدوق بكرة وتمشي قحتي بكرة. المشكلة انه اجيال قادمة. انه في اجيال لسه ما تولدت هتدفع التمن he? في اجيال جاية هتدفع التمن المشكلة مش نحنا. المشكلة التمن بيتفع zawsze اجيال جاية. في اجيال ستدفع التمن. الان لما الناس يتكلم عن احداث عشر من سبتمبر. الخامجرس. assessment احداث حداشر من سبتمبر. ولما يقول في حداشر لعشرة مليار دولار تدفع. كويس? جدامه شماعة السودان. لانه عارف السودان بلد غني. وبعرف يجيبها منك كيف? بعرف يجيب منك القروش دي كيف? ناس اغبية. ناس ما ممكن تكونوا بالغباد? الا لا سبب واحد ان القروش دي دفعتها لتمويل حملة ترامب الانتخابية. في الحالة دي انا باتفك معكم. بس القروش دي تكونوا دفعتوها انتو كحكومة سودانية مساهمة منكم للحملة بتاعة ترامب. لكن ما في زول عاجل. تنتظر اسبوعين بس? حسين لو انتظر. اسبوعين بس? اسبوعين انتظر اسبوعين بس? كان الليلة تضحت لك الصورة? عرفتها مع باقي? وكد قصة ما بتعرف تفاوض. يعني وكد قصة ما بتعرف عندك كروض بتاعة مفاوضات. ما عندكم شي. انا اصلا الله سبحانه تعالى ان ربنا يحفظ البلد دي بس. وصلى الله سبحانه تعالى ذلك. واصله سبحانه تعالى ان الشعبي ده. يكون عرف. يكون عرف. عرف عرف عرف. عرف هوين. بس يكون عرف هوين? هم خيات يجبوا فهم ما عندهم فهم. لكن مشكلة من قحاتنا البلد. البلد البلد. السودان. 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 البلد. نحن نوكلنا على البلد. نحن وجعتنا على القحاتة. لهان الله القهاتة اي محلو. الله يرعلكم اين 열ىكم. مين كبيركم لا صغيركم? الله يرعلكم كلكم يا قحاتة. لانكن ضعتوا البلد. ما عندنا شي نقول لكم. غير نقول ربنا يلعنكم. اين نوحللكم? لانكم ناس لا عندكم. كلكم ناس مسخين. وناس لا عندكم غيرة للبلد ولا قلبكم على البلد. لكن القضية ما قد. القضية البلد. الان السودان اوين? الان اوين السودان? بس انا بس اوين البلد? الان في ناس طالعين يقول لك والله يرجعون زمن البشير. هس الان امان الشعب وامانة. رجعون الزمن داك وما بيرجع. الزمن داك تاني ما بيرجع. للأسف كلامنا يقولنا يا خلنا الدمجة اللي بحصل. الخلن اللي بحصل. الشي اللي قاعدين تشوفوه انتو بتاعين وفيه بحصلة. ما بتقدروا بعدين تصلحوه. كلامنا زمان قاعدنا قولوا. ما بيتصلح. وهس الان ما بيتصلح. ما بيتصلح. ما بيتصلح تاني. انتو قال لهم تاني بيتصلح? للأسف ما بيتصلح. الواقع على الوصولات والبلد ده ما بيتصلح. وكلو وصل بعدو معي الشعب. ما تلومه اصلا قحد ولا تلوم محمدوب. انا اصلا ما بلوم ديال. اللوم الاساسي على الشعب. بس شعب السوداني ده يا اما يوعه ويفهمه. الشعب القاعد يضحي. القاعد يقدم الشهداء. والقاعد يقدم اولاده. كويس? القاعد يقدم اولاده. والقاعد يضحي. الشعب اللي هو بضحي. اللي قدم كل التضحيات في البلد. اذا الشعب ده ما ويعه. اذا هو ما ويعه. واستنهض نفسه. وعرف حقه وين? حقه ما بيه. الشعب لازم يوعه. ولازم يطالب بحقه. وصل الله سبحانه بعيني احفظ. وصل الله انه برضو. والله الوجيعة كتير هي. لكن ما برجع الدولار يرجع ستين وين? ما برجع. ما برجع. عشان يرجع الدولار ستين لازم الشعب يرجع. لانه نحنا ما فقدنا الدولار نحنا فقدنا الشعب زادة. لازم نستعيد الشعب. نستعيد وعي الشعب ونستعيد. يعني اصلا الله سبحانه وتعالى ربنا نسلح الحال ان شاء الله حد ما تلاقي في باجتاني شكرا